على اسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع خلييني أقول لحضراتكم أنه إحنا استنادي بنشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 في إنجازات وحضور غير مسبق خلييني نقول أنه في فعاليات جديدة في دول جديدة في أقسام جديدة نجاحات جديدة أجنح جديدة كل ده كان لازم في إطار المجهود الكبير اللي اتعمل وفي إطار البصمات الوضحة اللي اتعملت كان لازم يكون معانا الدكتور أحمد بهي الدين العساسي وهو طبعا رئيس الهيئة العامة للكتاب ومدير معرض القاهرة الدولي للكتاب عشان نعرف منه كل ما هو جديد في هذه الدورة مساء الخير يا فاند مساء الخير أهلا بحضرتك وأولا ألف ألف مبروك على كل النجاحات اللي محققها المعرض وللسه متوقعين إن شاء الله إنها تستمر أهلا وسهلا بكم جميعا كل سنة وحضرتكم طيبين كل سنة ومصر بخير الحقيقة أنا عايزة أقول حاجة النجاح ده اللي حقيقته مصر آه لحقيقته الدولة المصرية لحقيقته كل المؤسسات المصرية الشريكة لوزارة الثقافة في هذا النجاح وهذا العرس الثقافي بدءا من مركز مصر المؤتمرات والمعارض كل الوزارات اللي شاركت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وزارة الشباب وزارة الأوقاف كثير جدا من المؤسسات الوطنية المشاركة لنا السياحة الأثار مجلس الوزراء مش عايز أنسى حد الحقيقة لكن ده هي دي روح مصر روح مصر المتمثلة في قيامها الحقيقية قيام الحقيقية اللي بايت في العمل العمل اللي أدى لوجود هذه الدورة لمعرض قرار دولي الكتاب رعاية كريمة من فخامة سيد رئيس الجمهورية لهذه الدورة رعاية كريمة بدأت منذ إطلاق رؤية مصر 20-30 بناء الشخص المصرية بناء الوعي تعزيز الهواء المصرية الحقيقة لازم أننا لا يجب أن نكون فخورين وعارفين إمتنا الثقافية وموقعنا وقدمنا الثقافي واقف فين واقف بصلابة تالي بيعكسه معرض قرار دولي الكتاب صحيح نحن بنتكلم عن كارنفال الثقافي حقيقي عن نافذة ثقافية للعالم تطل على العالم نافذة ثقافية منصة احترافية يجتمع فيها العالم في مصر عشان كده السنة دي كان لازم يكون شعار المعرض على اسم مصر صحيح معا وإحنا بنخاطب العالم كله معا تعالوا معنا نقرأ ونفكر ونبدع في مصر